التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يعقد وزير الخارجية سامح شكر اليوم مباحثات مع كل من وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني ووزير خارجية الأردن أيمن الصفضي كما يجري شكر مباحثات ثنائية مع نظيره الفرنسي وتتناول المباحثات الثلاثية التي تعقد بقصر التحرير التطورات الإقليمية وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة هذا ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختم اللقاء الثلاثية أعلن صندوق النغض الدولي أن المجلس التنفيذي للصندوق أكمل المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر وأوضح صندوق النقد أنه وفق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو خمسة مليارات دولار وأشر إلى أن هذا يسمح لمصر بسحب ما يعادل نحو ثمانمائة وعشرين مليون دولار على الفور أعلنت وكلة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا استشهد 171 من موظفها خلال العدوان الإسرائيلي المتواصلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري وذكرت الوكالة أنه خلال الحرب الإسرائيلية على غزة جرى استهداف العديد من المنشآت التابعة لها في مناطق متفرقة من القطاع كان آخرها استهداف مركزنا لتوزيع المساعدات الغذائية في الرابع عشر من مارس الجاري بمخيم المصيرات وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد ثمانية أشخاص قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إنه من المحتمل وجود مجاعة في بعض المناطق في شمال قطاع غزة مشيرا إلى أن نضرة الشاحنات تمثل عقبة أمام إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع وأكد المسؤول الأمريكي أن المجاعة تشكل خطرا كبيرا في الجنوب والوسط لكنها غير موجودة معتبرا أنها في الشمال تشكل خطرا كبيرا وأوضح أن واشنطن ستعمل على المساعدة في الحصول على مزيد من الشاحنات أو مساعدة الأمم المتحدة في الحصول عليها لفتا إلى أنها لا تكاد تكفي في الوقت الحالي أكد المجلس الدستوري سنغالي فوز مرشح المعارضة باسيرو ديو ماي فاي في الانتخابات الرئاسية ما يمهد الطريق إلى تنصيبه رئيسا خامسا للبلاد وجاء الإعلان متماشيا مع نتائج الأولية المعلنة والتي استندت على إحصاء الأصوات من مراكز الاقتراع بالكامل وحصل فاي على أكثر من 54% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتي كانت مؤجلة وجرت الأحد الماضي ومن المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية ليخلف الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال في الثاني من إبريل المقبل رياضيا حقق الفريق الأول لكرة القدم بالندي الأهل فوز ثمينا على مضيف سيمبا تنزاني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مكابا بالعاصمة تنزانية دو دو ما في ذهاب دور الثمانية لدور أبطال إفريقيا وأحرز هدف اللقاء الوحيد أحمد نبيل كوكا لعب وسط الأهل في الدقيقة الرابعة من الشعوط الأول ومن المقرر أن دقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل باستاذ القاهرة الدولية وسط وقعات بحضور جماهرين كبير من النادي الأهلي الذي يكفيه التعادل فقط بأي نتيجة للعبور للنصف النهائية